المتل تشمال بنهز جبال وبأعلى صديما بنشجع الأبطال فارق كبير فارق عظيم أدي لعمري وبرد أليل لم يكن هذا الهتاف مجرد كلمات عادية تتردد على شفاه جماهير الأهلي التي تعشق ناديها بل وتثبت على مدار التاريخ أنها الأوفى والأكثر إخلاصا من دون أي مقابل كانت ولا تزال جماهير النادي الأهلي أداعم الأساسي والرئيسي في التتويج بالبطولات تتحمل الشدائد والعراقيل من أجل مؤازرات فارق النادي الأهلي في كافة الألعاب تحمل هدفا واحدا ألا وهو أن يحلق نصر الأهلي عاليا في عنان السماء كان آخرها بالأمس في مباراة الفريق الكروي أمام سانداونز في بطولة دوري أبطال إفريقيا التي حسمها المارد الأحمر لصالحه بهدفين أضيفين افترشت الجماهير المدرجات قبل المباراة بساعات ظلت تؤازر وتحفز اللاعبين على تحقيق الانتصار وهو ما تحقق بالفعل هي بالفعل اللاعب رقم واحد الذي يخشاه جميع المنافسين والخصوم دوما ما ترفع شعار المؤازرة حيا في الكيان الدليل التواجد في الحلوة والمرّة بالفعل هم همات القلعة الحمراء كما أكدتها الجماهير وقالت جمهور دحما على الحلوة والمرّة معاه جماهير الأهل الوفية دائما تجدها في المدرجات بجوار اللاعبين تسافر لجميع البلدان دون النظر لأي تعب أو علاء لا يشغلهم سوى تحقيق الانتصارات وحصد البطولات الواحدات والأخرى يضربون دروسا في الوفاء والإخلاص في العديد من المواقف التي لا حصر لها ولهذا فالجميع داخل النادي الأهلي تعهدوا على التتويج بالبطولات على رأسها الأميرة الإفريقية من أجل إسعاد الجماهير العاشقة للقلعة الحمراء الحقيقة جمهور يهز المشاعر يهز كل شيء الحقيقة وهو كالعادة دائما ما يكون هو ظهر النادي الأهلي وهو أساس كل بطولات النادي الأهلي خلال من أول إنشاء نادي الأهلي وحتى الآن اشتركوا في القناة